مثلما تمتد أضرع التنمية إلى جميع ربوع الوطن لتحقيق مستقبل أفضل لم تتدخر الدولة جهدا من أجل حماية التاريخ والحضارات المصرية من أجل تقديمها للعالم بصورة تليق بعظمة الأجداد فالدولة عملت خلال السنوات الماضية على استحداث وبناء العديد من المتاحف كمزارات سياحية عالمية تجذب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم لمصر ويأتي المتحف القومي للحضارة في الفسطات ليكون واحدا من أهم وأكبر متاحف الأثار في العالم وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية حيث تحكي أكثر من خمسين ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث كما سيتميز المتحف الذي بني على أسس عالمية بمميوات أعظم ملوك مصر القدماء كما يروي متحف العاصمة الإدارية تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة ويعد متحف شرم الشيخ من المتاحف الهمة التي افتتحتها وزارة الأثار حيث يضم ست قاعات لعرض أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية من عدة مخازن ومناطق أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية كما يأتي متحف أثار الغردقة ليكون من أهم المزارات السياحية والأثرية في البحر الأحمر حيث يضم قطعا أثرية من عدة عصور مختلفة منها العصر الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي ويضم ما يقرب من ألفي قطعة أثرية مختلفة وحريصت الدولة على إنشاء متحف كفر الشيخ الجديد ليكون له تأثير إيجابي لتنشيط السياحة داخل المحافظة حيث يدور سيناريو العرض المتحفي للمتحف حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأزوريس والصراع بين حورس وستة بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل تاريخ مدينة بوت القديمة أحد العواصم المصرية القديمة كما تم افتتاح متحف المركبات الملكية الواقع في منطقة بولاق في القاهرة الذي أنشئ في القرن التسع عشر بعهد الخديوي إسماعيل ويضم مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأشكال والاستخدامات وتتوج هذه الجهود بإنشاء المتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف يضم حضارة واحدة بالعالم حيث سيجمع بين أركانه أكثر من ألف قطعة أثرية في مبنى يمثل تحفة معمارية فريدة توازي الكنوزة التي ستعرض بين أجنحته ترجمة نانسي قنقر